كيف الحال صباح الخير مشاهدين مرحبا بكم معنا حلقة جديدة من برنامج كيف الحال اليوم سنتكلم فيها مرة أخرى على موضوع التواصل الغير لفضي لك الذكره في حلقة السابقة كنا أعطينا واحدة المجموعة للمعلومات مع الضيف دينا وما قلتناش الوقت ستبغينا نعرف منه أكثر كيف نتصرفه وكيف نتعامله مع الجسد دينا ونحن نتوجه للآخرين سواء كانوا أقربة أو كنا في مقابلات عمل أو أي نشاط لتنكون فيه فهناك إمكانيات ضبط الحركات ديال الجسد وتبليغ الشخص الذي هو مقابلنا بمعلومات برسائل إلى غير ذلك بدون التلفظ بها وهذا الشي اللي سنشوفه اليوم في الحلقة مع الضيف دينا دي كيزورنا للمرة الثانية وكالتمنى ما تكونش الأخيرة الدكتور محمد الترج صباح الخير دكتور نذكر فقط بالنسبة للناس اللي يمكنك يشاهدوك لأول مرة أنك أستاذ باحث في التواصل السياسي ولكن احنا بغيناك اليوم كخبير في فن التواصل الغير لفظي أو في التواصل الغير لفظي وليس فن بل هو شي حاجة ليعافوية هكذا من عند الإنسان في الحلقة السابقة أعطيتنا واحدة المجموعة دي المعلومات شيقة جدا يعني دي كتخلي الإنسان تتسائل في حركاته كتسائل على مزيف دي الحويج كيفاش كانت واحد مقابلة دي العمل كيفاش كان الخطب مع واحد الشخص إلى غير ذلك تمنيت أن هذه المعلومات هذه توصل لكل شي الناس اللي كيتابعونا مثلا وما هات في البيت كيفاش يوصلوها الوليداتهم ناس مثلا طالبات تلاميذ مزيان أننا نضبطوا هذه الأمور هذه في واحد قاعدين نقولوا يعني مش حتى نحتاجوا لها نكونوا كنردوا لها البال إلى غير ذلك باش مقابلاتنا وعلاقاتنا وأي حاجة قمنا بها تكون مجدية فكيفاش ممكن تستعملوا هذه التقنيات وهذا أنا تنقول علم أنت قلت لي مازال هو في طور أنه يصبح علم كيفاش نستعمله في حياتنا اليومية شكرا على الاستضافة المرة التانية مرحبا بك فيما يخص هذا الموضوع اللي هو كيتعلق في علامة التربية لأنه عندما تكون صغير كي يدير بحياتك تقول لي أمو ما تديرش بيديك ما تنعش بيديك أو مثلا وقف مستقيم ما تنعش بيديك هذه المجموعة تقنيات أو العلاقات الأم مع الأب أو الأب مع الإبن أو الأم مع الإبن هي تخلق مجموعة لذلك كنتم بغد لكومنيكاسيون بذلك نحضره على التواصل نحضره على الحرية ونحضره على المساواة بين الشخصين في وضعية متساوية لا يمكن أن نحضره على التواصل إلا كانت غتوغ ولغتوغ لا يمكن أن يكون إلا كان مشبع بالخوف كل ما يكونون خط من الآخر كل ما تكون حركات الجسد دينا والعلاقات دينا مع الجسد دينا علاقات هي مشوبة بمجموعة ديال الشوائب وبالتالي بأنه تحد من قيمة التواصل ولكن إلى أي حد مثلا هذه الحرية نعطيها مساحة في حياتنا مدام كان مسألت التربية كان مسألت مثلا واحد الطفل إلى ما علمناه كيفاش يحترم حضور الآخرين يمكن أن يقوم بحركات غير لائقة أمام الآخرين تحت غطاء الحرية كيفاش نعلم موليداتنا أنهم يكونوا أحرار في حركاتهم وفي هذا بدون إداء الآخرين ولكن بدون المساس بحرية الآخرين مثلا أنا متخصص في التواصل غير لفظي لأنه كان جوانب متعددة في التربية كل جانب يتعلق بعيد من نفسه كل جانب عنده واحد دور دياله في مجال ديال التربية في مجال ديال التواصل غير لفظي هو الإنسان يدفوه أكسبت داك الانفان بالجسد دياله اللي ما غير يمكنش يكونوا إلا دي جس اللي ما كنفرم نصوصياتي لأنه التربية تقام على ماذا؟ تقام إما على أو تقام على لأنه تتخط في توامي يكي شوف من نفسه لأنه من يكون سغير يشوف الحزن بسبب الأطواتيك من نفسه كي قلد الحزن كيشوف الفرح كيقلد الفرح الأم اللي كاتعدل الدري دياله تجيب لي العشق نتعنى أنا نعطيك متل ديالتواصل غير لفظي والأم اللي كتعدل الدري كيتغذيه قابلت قابلت هو التصوير قابلت هو التصوير ويؤكد رائع ويؤكد ويؤكد وهكذا هو الوعي ابس لدينا ويضحك هو الذي يضغ هو الهو الهو يقول advance هو الوعي من اللي كي يأكله ويشبع لأم كتفرح سلو سيبخا فيغبال سديك العلاقة ما بين المجموعة دي الأشياء اللي كتعلق المتوجدة في المجتمع وبالتالي بأنه هادا كي يضحكوا كي يلعب علاش لأنه يلقوط لفي سيبال ومون شاي وما كتهموش هديك الماكلة وهذا كوة التجاوب اللي درنيان مو ناشت واحد صورة في منظمة العالمية التغذية كي المجموعة دي العيلات كيردعوهم كيردعو الدريب بالجانب الأيصر بالجانب الأيصر نقول لكي سيبخوا على الجانب الأيمن مكان القلب هنا هادا هو الإشكالة هذه المفهومات الخاطئة فيما يخص العلاقة دينا مع الدات دينا وعند علاقة بالسيربو لأنه الدماغ دينا مقسم الجوج يمسفق دروات يمسفق القنش وخل يمكن جدل في المسألة هذه يمكن جدل ولكن نحاولو نعتمدو عليها لكي يمكن لنا بالجانب الأيصر بالجانب الأيصر هو أنه الجانب من الدماغ الأيمن هو جانب دي الإشكالة إلى hydration في المرأة أو الثانية أو الثانية واتنون الجوجد الحساب الأخير ويكون لذلك بالله لأن المرأة يمكن أن يمس G مصبعين اشترك في الأفضل في الناس بالتطابع إذا اعتقدت بالفعل مثلا في السعر في العالم الواقع فالفاكم يواجه يعني كان هناك أجل وراجل تبقى في سرامة بتكليمات لرسماته اللي يرسمون لنا المجتمع بين الرجل هو الرجل التقيل والراجل المعقول والراجل الرازين إلى آخرين يعني منين تكلمتي على الأطفال والتربية كذلك والدور ديالها في أنها تتعطينا طرق للتعبير جسديا مثلا هذا الطفل من ليه تيكبر كيفاش نفرقوا بين مثلا هذا التواصل غير لفظي وبين أشياء كنلقوا بعض الأسر اللي كتعلموا لداتها الانضباط وكين الدرجات كنت تكلموا اليوم على فن الاتيكات وفن التعامل في المجتمع وفن العيش إلى غير ذلك واش هاد فن العيش ومثلا الإنسان اللي تلقى هاد نوع ديال التربية ما تخليش حركاته تكون عفوية في المجتمع مثلا أو في مقابلاته إلى غير ذلك لدرجات تولي أوباك ما تلقدروش شنو بغا يقصده ولا يعني واش فقط الإنسان العفوي اللي تلقدرون قراو حركاته اللي تلقدرون ناخده واشنو نوع ديال الحركات الحركات هي كين حركات اللي هي واعية كالحركات اللي هي الدينية مثلا الله أكبر مليك يقول إنسان كي حاول يستشهد كي حاول مأمكان يرفع هاد السبابة دياله باش كي يجيستي فيه هادك العلاقة دياله بينه بين الله بأن الله شهاد على الله داريك تقول رغم بأنه هاد شهادة بالنسبة للمجموعة ديال الدول هي تعتبر وحد الرمز ديال داعيش وهدي كانت تغني غمو وحد الخلط في تفسير هذا عند المنتخب المغربي تقراءة ديال حركة هي تقافية هي تقافية والحساس الثقافة والمرجعية تقافية دياله وهادو حركات كلها وعية الحركات التقافية كلها حركات وعية حركات المجتمعية حركات وعية كي نحركات اللي هي نون كنسئينت غيرواعية وهاد الغيرواعية مقسمة الجوج كي نالي هي ميكنسيونت ستدير كي ممكن نديرها عده كنشعر من بعيد بن ندرتها نقول إ kamp은 أو حركات يمكن أن تكون نان كونسيونة كمبلتما مثلاً لفت الحاجب ديالي هاد اليسر كيطلع سادي بعد مرات ديغني يمكنني سوح السيد كي تتذكر على ما هو ديني وكي تتذكر على العنف المراكة تتذكر على بينها عن فترة رجلها وطوماتيكمو طلع لي هاد الحاجب اليسر علاش لان ملك يطلع الحاجب اليسر وطوماتيكمو تنقولو بانه هاد السيد يقول هاد السيد اللي كتقول هاد المرا هو كونتر ميفالير هو ضد القيم ديالي ولكن بعد مرات كيطلع الحاجب اليمن مليك نقول الحاجب اليمن العلاقة الي مع المجتمع دونك أولا كيطلعو بجوج باش يمكن نبغامني لاتر باش نتكسيد نجيبو عندي الليدي ديالي وهدي بزيف كالتراك كي درمعكو دونك جاكسبت سكو لاتر دي ولا جو رامل لاتر بفر ستو سيسي انترسان غير هي واش سهل أننا نضبطو حركاتنا يعني واش تخص ندير تخصوص بحالك مثلا باش نضبط حركاتي أنا كإنسان عادي مثلا نضبط حركاتي سواء عندي شي حاجة مهمة أو لا كتعرف أنه حنا فاش تكلمنا معكو التاقم هنا في تصوير هي مسألة مخيفة شيئا ما تيجيبنا الله أن الإنسان اللي عنده هاد هاد التقنيات لقراءة الحركات ديالآخر بحالا انفا ديتكتي داكش اللي مخبيه لنا سيأنا كل واحد مننا عنده واحد الحاجة اللي ما يبغيش ورها المجتمع إلى غير ذلك فهي مسألة اللي تخيف البعض مثلا تيقولك لا غاديني عارفوني أشنو نويت غايع عارفوني واش كذبت واش ما كذبتش واش أنا صاريح فاتش اللي بغيت نقول واش الفكرة ديالي هي هاديك واش سهل أننا نضبطو حركاتنا ومثلا قدامك انت كخبير سهل أني منبينش نوايايا ويعني ما تقدر تعرف علينا تشي حاجة هو بعد مرات اللي كيشغل بزاف الناس واش كذبت ولا ما كذبتش سيسا غاربا هي هادي واش كذبت أو لا إلى عن الإنسان اللي شي حويش دياله ما بغيش تعرف كل ما كانت عندك المخاوة بأنك تكذبي غا تكذبي قديري دي سين ديال الكذوب شنو ماليسين ديالك هادي خصم خلق خاصة هادي لولا خلق خاصة ديوا كيكون عندك دي سين ديال الكذوب غا تتغفلتهم اوتوماتيكمو بخصم المثلا في اللافير ديال بيل كلانتان مع مونيكا بيل الأشياء اللي حاولوا يقلبوا على المتخصصين في عالم ديال التواصل غير اللفظي هو دك اللي جس اللي دير بحالما كبدا كي تتذكر على مونيكا على الافير سيدي اوتوماتيكم عندما نقوم بالإندكس تحت من اللوني دينا أوتوماتيكما نقاش كل شيء إذا كان هناك أثناء إندكاتور لتحقق مجموعة الأشياء المؤشرات التي نعرف بها وإذا نعرف أن نعرف الأشياء أوتوماتيكما يجب أن نطرح السؤال لذلك يمكن أن نعرف كيف سجيتي العلاج وهذه التقنيات التي يمعمل بها حاليا في الولايات المتحدة وفي كندا وحاليا على مساودي الأوروبا يبدو أن يعلون بها في المغرب كذلك؟ المشكلة المغرب عندنا التقافة التي يقول لك لا يعلم الغيبة إلا الله سألتون بالتالي بأن هذه التقافة تغلب بزرع الغيب المستقبل أو كل الأشياء حاليا يتون تقنى يتون تستطل يتون تستطل دي مانية تميد لماذا؟ لأنه يجب أن يتعرف إقناع المجتمع فيما يخص سؤال الذي تقولي بأنه ما يجب أن نضبط الحركة دينا بالعكس يجب أن نكون صادقين مع الأفكار دينا ونكون عفويين لأن كلما ضبطنا كلما حاولنا نضبط الجسم دينا كلما سنكون أكثر عرضة للانتقاد وعرضة للخطأ في تعبير عن ما يخالجنا من أفكار ومن حواس غير هو هذا ما تمنع أنه نحن نعرف أن رجال سياسة مثلا أو بعض الشخصيات هكذا التي تكون مطلوبة أنها تؤدي واحد الخطاب أمام الجماهير تديروا دروس دي الأداء الجسدي كنظن أنهم يضبطوا بعض الحركات إلى غير ذلك للإقناع حتى أن في المغرب هذه المسألة هذه هي متدولة ولكن ضروري ما ستقبلك في حلقات أخرى باش نعرف أسرار أخرى معك دكتور محمد الطرش كنتمنى أن الناس يكونوا استفدوا ويستمتعوا ويبحثوا أكثر في هذا الموضوع ولكن لم يغيروا شي حاجة فيهم شكرا لك بزاف على حضورك معنا شكرا لكم كذلك مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء كيف الحال شكرا لكم